اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في فقراتنا الرئيسة الاولى في شرع الجنوب اليوم التي نتحدث فيها عن تعميق قيم الولاء والانتماء لشباب مصر بالاضافة الى الحفاظ على الهوية المصرية الذي تطلع به الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وخاصة مدرية ووزارة الشباب والرياضة الحديث حول هذا الموضوع وهذه المبادرات المختلفة يسعد من أن أصدف الأستاذ زياد ياسين المدير العامي للشباب بمدرية الشباب والرياضة بأسوان برحب بك دكتور زياد أهلا وسهلا منوارنا كل عامكم بخير هذه الإطلالة لأسرة يوم الاثنين بعد انتهاء إجازة العيد ولا شك أنكم بتعملوا طوال العام هل بيكون في أمور خاصة بشهر رمضان المبارك وأيام الأعياد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل سنة وحضرك طيب زي ما حضرتك ذكرت طبعا الفترة اللي فاتت كان عندنا شهر مليء بالفعاليات الشبابية مليء بالدورات الرمضانية اللي كانت بتنفذ خلال شهر رمضان في مختلف مراكز الشباب يعني على مستوى محافظة أسوان من إدفو لغاية أبو سنبل طبعا كل هذه الفعاليات كان بيبقى لها اختتام في مختلف مراكز الشباب وكان معالي الدكتور ناصر سليم وكير وزارة شباب رياضة محافظة أسوان دايما كان بيدعى وإحنا بنكون موجودين معاه طبعا خيادات في مدير الشباب رياضة محافظة أسوان لحضور نهائيات مثل هذه الفعاليات يعني وطبعا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ودخلنا في الاعياد بدأت تبقى فيه فعاليات تانية جديدة زي مثلا فعالية العيد أحلى بمراكز الشباب اللي كانت بتنظمها مدير الشباب رياضة بالتعاون مع وزارة الشباب رياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية طبعا كل هذه الفعاليات كان بيتم تنفذها في الايام المباركات ما بين شهر رمضان ما بين العيد الحمد لله يمكن حضرتك لحص العنوان العيد أحلى بمراكز الشباب ويمكن ده بيورينا مدى حب معالي وزارة الشباب رياضة الأستاذ دكتور أشار صبحي اللي عملوا بشكل دقوب على إبراز إنجازاته داخل الوزارة خلال الفترة الحالية وطبعا أولادنا من مختلف الكيانات الشبابية اللي هو قام بتتشينها خلال الفترة اللي فاتت كانوا بيشاركوا معنا في جميع الفعاليات ممكن فيه فعالية من ضمن الفعاليات اللي نفذتها الكيانات الشبابية بمركز شباب بدر في أسوان فعالية دورة رمضانية لخماس كرة القدم للكيانات الشبابية بمحافظة أسوان وطبعا دي كانوا بتضم 8 كيانات شبابية في المحافظة نفذوا إحنا عندنا حوالي 11 كيان شبابية أو 12 كيان شبابية داخل مدري الشباب رياضة من الكيانات الشبابية والأولاد الحمد لله كانوا عاملين شغل كويس جدا وحنا دعمناهم بشكل كبير وطلعوا مجهود جبار في الدورة الرمضانية اللي تنفذت خرج بشكل محترم وخرج بشكل كويس ده اللي يدل على أن نشاط أولادنا موجود وأبناءنا من الشباب هم اللي بالفعل هم اللي بيتكلموا عن نفسهم هم اللي بيقولوا احنا موجودين على أرض الواقع وبننفذ مشاريعنا وبننفذ نشاطنا داخل مدري الشباب رياضة منتهى الاريحية ومنتهى الحب يعني فالحمد لله خلال الفترة اللي فاتت احنا ما كانش فيه أي نوع من أنواع الراحة بالعكس انه هو يمكن الراحة بتاعتنا في شغلنا خلاص احنا تعودنا على كده بنا والحب الشغل والشغل بتاعنا هو اللي بيتكلم عننا الحمد لله معالي الوزير ومعالي السيد المحافظ فاتحين أبواب المحافل الشبابية على مصرعيها لجميع الشباب وكل الفئات العمرية بتشارك في كل الأنشطة اللي بتنفذها مدري الشباب رياضة بشكل ملحوظ دكتور زياد كلمتين عن الكائنات الشبابية ونحن في حلقة اليوم سنتحدث عن المبادرات المختلفة التي تؤدي إلى تعميق الهوية المصرية لدى الشباب لما تكلم عن الحداشر كان شبابي تدينا النبضة مختصرة عنه ثم بعد ذلك نالج إلى بعض المبادرات التي تقوم بها الشباب بمدرية الشباب والرياضة طبعا الكائنات الشبابية دي من يعني أنا شرفت بأن أنا أكون المنصق العام للكائنات الشبابية داخل محافظة أسوان يعني هي كانت فكرة الدكتور عبدالله الباطش مساعدة زيادة الشباب الرياضة وكانت فكرة جيدة جدا ونجحة جدا يعني أعتقد أن التجربة كانت هيلة الكائنات الشبابية يمكن إحنا وصلنا دلوقتي على مستوى الجمهورية حوالي 36 كيان شبابي الكائنات الشبابية دلوقتي يمكن الفترة اللي فاتت كانت واخدة يعني مصلط عليها الضوء بشكل واضح في الوزارة معالي الوزير الفترة اللي فاتت يمكن كان بيسعى إن 36 كيان شبابي بقالهم مجلس إدارة واحد ويبقالهم اتحاد بيضم كل الكائنات الشبابية داخل جوا منه يمكن السنة اللي فاتت كان فيه نوع من أنواع التنافسية والتنافس ما بين الكائنات الشبابية ده كان حاجة كويسة جدا يعني التنافس بشكل صحي فيه تنافس رياضي زي ما بيقوله كل واحد بيحاول يقدم أفضل ما لديه ولحظنا أن الشباب الحمد لله يعني أنا لما هتطرق للجزئية الخاصة بالمبادرات الشبابية هتضح ده من خلال العمل المحترم اللي كانوا بيقدوه العمل الهائل اللي كانوا بيقدوه الشباب خلال الفترة اللي فاتت لكن اللي أنا عايز أقوله إن فعلا الاسبط كان واضح جدا على ال36 كيان شبابي اللي عملوا سيادة الوزير طب الكيان عبارة عن إيه يعني مجموعة من الشباب بتجتمع بتعمل اتجاه معين يعني النبضة عن أحد الكيانات على الأقل تمام الفكرة بتاعت دكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير إن إحنا في الفترة الأخيرة ويمكن يكون الظاهرة دي اختفت شوية إن كان في عزوف عن دخول مراكز الشباب أو مورسة الأنشطة الشبابية داخل مراكز الشباب وشباب ابتدوا يفكروا أفكار خارج الصندوق مش حابين إن هما يشتغلوا الخطط القديمة اللي هي إحنا هننفذ مشروع مش عارف إيه عشان بمناسبة احتفالات أكتوبر هننفذ مشروع بمناسبة تحرير سيناء لأ هما دلوقتي بقى مش عايزين كده ومش عاوزين إن أنا أدخل أحضر ندوة بمعنى إن أنا يعني الشاب اللي هو في المرحلة السنية من سن 18 لسن 35 سنة أنا معظمهم هيبقوا في فترة التعليم الجامعي ففترة التعليم الجامعي ده يعني الشاب موجود طول اليوم في محاضرات وفيه قدام منه أستاذ جامعي بيشرح له وهو جوا المحاضرة فهو عاوز يخرج بره ده مش محتاج إنه هو ياخد محاضرات مزيد من المحاضرات مزيد من المحاضرات لا هو محتاج إنه هو يشوف حاجة خارج الصندوق عايز ينفذ حاجة على أرض الواقع عاوز يشوف ورش عمل عاوز يحضر مصرحيات يعني مثلا من ضمن المبادرات اللي احنا هنتكلم عنها مبادرة اسمها أم المصريين أم المصريين دي مبادرة بتتكلم عن زاوي الاحتياجات الخاصة أو دمج زاوي الاحتياجات الخاصة أو زاوي الإمام مع الشباب وإنهم إزاي هياخدوا مجموعة من الندوات التسقفية أو هيحضروا حاجات تفاهمهم يعني إيه حاجات خاصة بالنواحي الصحية زي الصحة الإنجابية مثلا أو تجريم ختام الإنس أو ما شبه ذلك فعشان أشرح دوت لزاوي الاحتياجات الخاصة أو زاوي الهمام وإن كان الفئة اللي احنا كنا بنخطبهم في المبادرة دي كان زاوي الاحتياجات الخاصة من الصم لأ محتاجين إن أنا أوصل لهم معلومة بشكل مبسط لأن الناس دي من العوامل عايزة يعني أوصل الموضوع بشكل يعني يوصل للمتلقي بشكل هو يحبه ما يبقاش هو قاعد بتقزم وقاعد بيسمع لا فهو الفكر بتاعي دوت بقى عاوز أطلع خارج الصندوق فأنا بنفذ الحاجة دي من خلال مصرحية مثلا تتقدم أو من خلال كرال عرض كرالي لطيف وأوصل المعلومة من خلال العرض اللي أنا بقدمه فده يعني الفكر الحقيقي اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت كان هدفنا ان احنا نوصل له فكر خارج الصندوق معالي مساعد وزير الشاب الرياضة الدكتور عبدالله الباطش خلال الفترة اللي فاتت كان هدفه الرئيسي انه جمع كيانات شابية الكيانات الشابية لا يقل عن 50 شاب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة هو اللي بينفذ هو اللي بينفذ المشروع اللي هو عايز ينفذه بالإضافة انه هو بيتعاون معنا احنا كمدريات شاب الرياضة بيتعاون معايا في تنفيذ انشطة الخطة السنوية الداخلية جوه مدري شاب الرياضة بيتعاون معايا في تنفيذ المشاريع القومية فانا لما يبقى عندي 11 كيان شبابي كل كيان شبابي لا يقل عدد الشباب اللي موجودين معايا فيه في كل كيان عن 50 فرد اذا انا قدرت بالشكل ده استغنى عن حتة ان انا ابعت للمراكز الشبابية اقول لهم ابعتوا لي من عندكم عدد كذا لا طب انا موجود بالفعل في ايدي 50 كيان شبابي انا بعرف اتحكم فيه انا اعرف اجيب دوت واجيب دوت واجيب دوت بالاضافة ان انا كمان غنيت مراكز الشباب جوه مراكز الشباب يبقى انا عملت الاثنين مع بعض فده الهدف من انشاء الكيانات الشبابية اللي تم تنفيذها وده كان يعني انا على يعني وجهة نظر الشخصية كان مشروع نجح جدا احنا الحمد لله دلوقتي ابتدينا نجني ثمار زي ما قلت لحضرتك لما ابدأ اتكلم عن المبادرات الشبابية هتعرف احنا جانينا ثمار هذا بالشكل الفعال ازاي بالضبط نعم المبادرة الكريمت عليها بداية هي مبادرة ام المستقبل دي اللي كانت خاصة بالزويل احتاجات الخاصة وتعريفهم بالصحة الانجابية وقضايا صحية مختلفة منها تجريم ختان الاناس ربما الزواج المبكر وغيرها من الموضوعات التي قد يعاني منها بعض المجتمعات لدينا الولاد هم برضو اللي بيعملوا الخطط او الموضوعات ولا انتم كمدري الشباب ورياضة بتمدوهم بالعنوان الكبير او الرئيسي وهما بعد كده يفصلوا ده حسب ما يرون من خلال كينات الشبابية احنا عندنا مجموعة من الشراكات ما بيننا وبين مجموعة من الجهات المختلفة زي مؤسسة الجئة الزاد الألمانية زي مؤسسة اتجاه زي اليونسيف او صندوق الامم المتحدة كل هذه المؤسسات فيه شراكة ما بينها وبين وزار الشباب ورياضة ومن خلال هذه الشراكات بيتم وضع البروجرام او البنامج المتفق عليه يعني فيه رولز كده تتحط بنتفق ازاي احنا ننفذ المشاريع اللي ازاي كده مبادرة ام المستقبل تحديدا كانت بالشراكة مع مؤسسة جئة زاد كان طبعا شراكة وزار الشباب ورياضة مع مؤسسة جئة زاد الهدف ان انا اجيب مجموعة من الشباب اللي هما عندهم فكر واعي عندهم فكر ازاي اتعامل مع زو الاعاقة بشكل لطيف من غير ما اجرح مشاعره بالعكس ده يندمج معايا واتحرك به وده الهدف الرئيسي على فكرة خلال الفترة اللي فاتت اللي كان بيدعو ليه فخامة الرئيس السيسي فطبعا احنا في الفترة اللي فاتت كان الهدف من مبادرة ام المستقبل ان اولادنا من الشباب الاسوياء اللي هما في المرحلة السنية اللي قلت لحضرتك عليها من سنة 18 لسنة 35 سنة بينضموا للجروب بتاع ام المستقبل ويبدأوا يعملوا افكار جديدة ويحطوا برنامج لطيف من خلال برضو مؤسسة جئة زاد ويتفق على هذا البرنامج وكانوا منفزين بالفعل المسرحية المسرحية كان بتتكلم على الافكار اللي حضرتك ذكرتها اللي هي ما بين ختام الناس والسحة الانجابية والزواج المبكر الحاجات دي احنا بالفعل فيه عندنا ادارة اسمها ادارة تمكين الشباب الادارة المركزية لتمكين الشباب في وزارة شاوب الرياضة بتنفذها بالفعل في مشروع عندنا اسمها اندية السكان بس ده بينفذ للشباب العاديين اللي هما الاسوياء الجديد والمبتكر ان احنا بننفذ مبادرة اسمها ام المستقبل عايزين ندمج فيه زاو الاحتياج بالفعل بالفعل من ثلاث سنوات حتى هذه اللحظة تم ادماج عدد كبير من زاو الاحتياجات الخاصة وخاصة اللي هما زاوي الاعاقة السمعية اللي هما الصم والحمد لله اتنفذت المصرحية بهم ده دليل قاطع على ان هما خدوا تلقوا الفكرة بالفعل واقتنعوا بيها ايمانا بالفكرة وبدأوا بالفعل ينفذوها على المصرح كانت بتنفس في مركز شباب بدر السنة الفاتت ويعني لقت عجاب كتير من الحضر المصرحية وكان حاجة مشرفة جدا يعني دكتور زياد المبادرات هي مبادرات متعددة ومختلفة لا تقتصر على جانب المجالات ولكن في اجمالها بتغذي روح الشباب وافكارهم وتحافظ على القيم اللي هم بتحافظ على الهوية المصرية لو دخلنا على مبادرة تانية يعني بتحمل الطبع التخطيف السياسي زي مبادرة حملة بشبابها ومبادرة شارك الكلمة كلمتا كان دي مرتبطة بمناسبة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي بالزبط كان عبارة عن ايه او الفكرة جاءت ازاي وتنفيذها برضو الفكرة كانت جاء لنا من وزارة شاب الرياضة هي معظم المشاريع دي تبقى مشاريع قومية في عندنا ادارة مركزية اسمها الادارة المركزية للتعليم المدني وحقيقة يعني القائمين على يعني احنا عندنا ادارة داخلية هنا عندنا في اسوان ادارة مركزية داخل مدري شاب الرياضة في اسوان اسمها ادارة التعليم المدني حقيقة يعني بقيادة زملتنا الأستاذة ميرفت يعني عاملين مجهود جبار في هذا الجانب أو هذا الشق من التسقيف لدى الشباب يعني مشكورين عليه جدا حقيقة يعني فكانوا عاملين اللي هي المبادرة بتاعة حملت بشبابها وكانوا برضو بينفزوا حاجة اسمها شارك الكلمة كلمتك دي تنفزت على مستوى الخمس إدارات الفرعية عندنا في أسوان إدارة أسوان إدارة دراو إدارة ناصر نوبا كمومبو إدفو الإدارات دي كانت في كل إدارة تقريبا حوالي 300 شاب قبل الانتخابات الرئاسية ما تحصل أو قبل ما يعني تعقد الانتخابات الرئاسية كانوا الشباب بيروحوا بالفعل يحضروا في هذه المبادرة وهما منهم نفسهم منهم فيهم كانوا بحضروا بعض هي دي بقى الجزء اللي أنا كنت بتكلم مع حضرتك عليها من شوية اللي هما الكيانات الشبابية أولادنا من الكيانات الشبابية هما منهم فيهم متطوعين كانوا اللي عندوا فكر سياسي حلو قوي وكنت أنا معجب جدا بهم لما كنت أحضر كانوا هما اللي بيحضرون احنا كنا بنقعد مستمعين أنا ومعالي السيد وكيلة الوزارة والسيدة وكلاء المدرية كنا بنبقى قاعدين نتفرج على الشباب وهم بيحضروا احنا كنا بنسمع لهم وكان عندهم يعني فكر بسم الله مشاء الله قوي جدا عقليات حلوة قوي أفكارهم جميلة وكان كل هدفهم في الأول وفي الآخر يقولوا كلمة واحدة بس يعني من ضمن المسمى شارك الكلمة كلمتك فيه بنوتة جميلة قوي كده قامت أنا فكر اسمها غادر وقت اسمها أوليفيا من أعضاء الكيانات الشبابية أو من المجموعة اللي هما بيشاركوا في البرلمان الشبابي عندنا في عندنا حاجة اسمها برلمان الشباب ده برضو حاجة تانية خاصة بالتعليم المدني فالبنت قامت اتكلمت كلمتين حلوية بسم الله مشاء الله يعني عندها لغة وعندها أسلوب ثقافي متحضر فقالت كلمتين اتنين قالت يا أخوانا أنا جاي أقول كلمة واحدة بس اوعى تقول اوعى تقول أنا هكمل إيه أو أنا هعمل إيه هي جات عليها آه جات عليك لو كل واحد فينا قال هي جات عليها يبقى محدش فينا هينزل يحضر للانتخابات ومحدش فينا هينزل يدلي بصوته صوتك ده حاجة مهمة جدا احنا أم شابة واخد بالميحور من التعبيرات احنا أم شابة جمهورية مصر العربية عدد الشباب اللي فيها يعادل أكتر من 60% فاحنا أم شابة لو كل شاب قاعد في بيتهم وقال هي جات عليها لا يبقى كده احنا ايه هنوقع الدنيا بالعكس احنا مصر بشبابها فعلا عشان كده برضو من ضمن المبادرات اسمها بشبابها مصر بشبابها فعلا ولذلك انا كنت بقى فخور جدا وانا بقى موجود واسمع الندوات اللي انا كنت بحضرها معاهم سواء كان في المبادرة بتاعة شارك الكلمة كلمتك او ندوات بشبابها كانت حاجة محترمة وحاجة يعني فعلا تدعو للفخر ان الواحد يسمع مجموعة من الشباب سنهم لا يتجاوز 30 سنة بيتكلموا بالطريقة دي وبالفكرة ده كمل الموضوع ان هم شاركوا معنا في غرفة العمليات اللي احنا عملناها داخل مدريت شاوك الرياضة لمتابعة سر العملية الانتخابية كانوا بالفعل موجودين معنا على ارض الواقع وكانوا بالفعل يعني بيقوموا بدور مهم جدا وهما اللي كانوا طلبين ده يمكن حضرتك كنت حاضر موجود معنا سوز احمد في العملية الانتخابية الاولاد كانوا لابسين الفستات بتاعتهم ووقفين قدام اللي جان الانتخابية اللي تيسير عملية الانتخابات بشكل في منتهى الشياكة في منتهى الاحترام في منتهى يعني حاجة كده الواحد بيبقى فخور بيها بجد هما دول الكينات الشعبية اللي كانت مدشانة من قبل معالي السيد وزير الشعب الرياضة وكانت هي دي فكرة دكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشعب ففعلا فعلا انا على المستوى الشخصي انا شايف انها كانت فكرة نكحة جدا واتت ثمارها زي ما كنت من شوية للسابول وده فعلا ثمار هذه الفكرة او هذه التجربة تجربة نكحة جدا وانا شايف انه هما كل يوم موجودين عندي في المكتب وانا بسعيد بيوم جدا وكل واحد فيهم بيطرح لاطروحة جديدة او بيطرح فكرة جديدة او بيكلم بطريقة معينة او عاوز يعمل حاجة جديدة وده كله في حد ذاته ان كان شيء يدل على شيء يدل على النجاح ما يسمى بالشباب والرياضة فاحنا كوزارة شباب او مدريت شباب والرياضة او مدريات الشباب والرياضة اول كلمة احنا بنقولها مدريات الشباب إذن المادة الخامة اللي احنا بنشتغل عليها هم الشباب فلو ما كانوش دول موجودين حوالين مننا يبقى احنا كده مش نجحيب فبوجود المجموعة دي من الشباب احنا بالفعل كده الحمد لله عندنا المادة الخامة اللي احنا بنشتغل عليها واللي ان شاء الله مصر حتطلع بها لقدان والحقيقة ان تأثير هذه المبادرات لا ينصب فقط على الشباب المشاركين ولكن بينتقل الى اقرانهم وبيتعدى ذلك ايضا الى اثارهم ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها اعتقد المبادرات المختلفة بيبقى لها مردود ايضا لدى الاسرة المصرية وشعب المصر بصفة عامة ده يمكن احنا الفترة اللي فاتت دي برضو كانوا بيستعدوا لمبادرة هتتنفذ بكرة ان شاء الله في التعليم المدني يمكن هي فيها برضو حاجة خاصة بزول احتياجات الخاصة او خاصة بالمكفوفين تحديدا المبادرة دي برضو هتتنفذ خاصة بالتعليم المدني خاصة بالاطفال المكفوفين وازاي احنا نتعامل معهم وازاي احنا ممكن ندمجهم داخل المجتمع ويكونوا عناصر فعالة اذا زي ما انا بعول على هؤلاء الشباب زي ما حضرتك تفضلت وقلت برضو باعول على الاسرة المصرية اللي هي بتضم هؤلاء الشباب اللي من خلالهم احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ان شاء الله هنرتقي وحنبقى امنا يعني باذن الله زي ما احنا كان لنا الاسباقية ان احنا نكون ام الامم النجحة زي ما احنا قلنا كده ام المستقبل هي ام المستقبل هي مصر فعلا هي ام الماضي وام الحاضر وام المستقبل ان شاء الله ولذلك انا بقول لحضرتك يعني الحمد لله هذه المبادرات اللي بيتم دعود وبالفعل ان شاء الله بكرة احنا دعين اولياء الامور من اولياء امور الاولاد المكفوفين اللي هيجوا احضارهم ان شاء الله معنا لتنفيذ هذه المبادرة لتعرفهم كيفية التعامل مع ابنائهم من زاوء الاعاقة البصرية وكيفية دعمهم وكيفية دمجهم داخل المجتمع واعتبارهم افراد مهمين جدا جوا المجتمع خلال الفترة اللي جاء وربنا يقدرنا على هذا ان شاء الله ان شاء الله وخاصة ان التقدم التكنولوجي اصبح مكمل او بيساعد على تخطي الاعاقات المختلفة وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة والحديثة والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات خليني اصحل حضرتك عن احدى المبادرات وهي مكافحة الابتزاز الالكتروني احنا بنتكلم على ان الشباب مغمسين داخل الفضاء الالكتروني من خلال مختلف المواقع ومختلف صفحات التواصل الاكتباعي وبالتالي يمكن ان يتم استخدام هذه الاداة كما هو حل اي اداء اخرى مادية يمكن استخدامها استخدام سيء او استخدام جيد الاستخدام السيء هو متعلق بعملية الابتزاز التي قد يتعرض لها البعض وجود مثل هذه المبادرة مكافحة الابتزاز الالكتروني بتساهم في تشكيل الوعي لدى الشباب عبارة عن ايه هذه المبادرة المبادرة دي حضرتك برضو نفزناها من خلال ادارة التعليم المدني ودعينا لها يعني المتخصصين في هذا المجال تحديدا متخصصين امنيين حضروا معنا هذه المبادرة حوالي ميت شاب وفتاة كلهم يعني كان عندهم تساؤلات كتير ويمكن احنا برضو كنا بنطرح تساؤلات في هذا المجال تحديدا لان خلال الفترة اللي فاتت زي ما تفضلت سيادتك ان احنا كان عندنا يعني ثورة هائلة في التقدم التكنولوجي ولكن زي ما هي حاجة كويسة هي حاجة مخيفة فبالفعل الفترة اللي فاتت كان فيه مجموعة كبيرة من الحاجات اللي تخوف زي الهاكرز وده شيء طبعا يخوف جدا والشباب واحنا برضو يعني عندنا فضول ان احنا نعرف ازاي نكافح حاجة زي دي فلذلك الوزارة كانت عندها البرنامج مجهزان لنا برنامج خاص بالابتزاز الالكتروني وجبنا مجموعة من المتخصصين منهم المتخصصين الامنيين في مديرت امن اسوان يعني هما جزاهم الله خيرا طبعا اعطونا فكرة كويسة جدا عن كيفية تفادي هذه المسألة وازاي الشبابات بتاعه او المواقع اللي ممكن تفتح قدام منه فتستسير فضوله ان هو يدخل عليها فيفاجئ ان كل الداتا اللي موجودة عنده على اللابتوب او على الجهاز اللي هو ماسكه تتكرت اه وفي حاجات طبعا فيه ناس مكادش تعرف عنها يعني مثلا فيه هاكر اسمه فيديا حاجة طبعا احنا لسه يدوب حاجة جديدة ده لسه شيء متطور يعني بيتسحب كل الداتا اللي موجودة على الموبايل او على اللابتوب ونفاجأ بان فيه حد بيبعث لنا رسالة بقول لو عايز اردلك الحاجة دي هتبعث لي على المبلغ عساب دوات مبلغ كذا وبالدولار فطبعا كل الحاجات دي ازاي نتفادها وازاي الشاب بقى عنده وعي كفاية انه اصلا ما يقعش في فخ زي ده ده شيء كان مهم جدا ان احنا نرقي الضوء عليه ولزلك الحمد لله قلقنا الضوء عليه ومن خلال متخصصين ازاي وازاي برضو لو في حد وقع في مأزق زي ده ازاي يخرج منه فده الحمد لله احنا قدرنا نوصله بشكل كويس جدا يعني معلش يعني هضيف حاجة بسيطة على الجزئية الخاصة من النواحي الإلكترونية كان من ضمن المبادرات برضو اللي كان جاينا احنا من خلال الإدارة العامة للشباب حاجة خاصة بكيفية التعامل مع المخلفات الإلكترونية وده شيء كان برضو مهم جدا واثار فضول الجميع انهم يعرفوا يعني ايه مخلفات الإلكترونية اتضح ان المخلفات الإلكترونية كل ما هو شيء خاص بالإلكترونيات موجود عندك وتم يعني خلاص هو وقف اصبح عبارة عن حتة حديدة موجودة عندك في البيت اتضح ان ده بيشكل خطر كبير جدا على الصحة ومحتاج ان احنا نكفحه ونخرجه بطريقة امنة من البيت وابقى اصبح كده انا ما عنديش مخلفات الإلكترونية داخل البيت زي الشاشات القديمة مثلا او التاليف الكيبورد او الادير الراديو ده يحتبر من مخلفات الإلكترونية الراديو مخلفات موبايل عد عليه فترة زمنية معينة اصبح من المخلفات الإلكترونية جهاز زي شاشة عندي في البيت عد عليها فترة زمنية معينة اصبحت من مخلفات كل هذه الحاجات بتشكل خطر على صحة الإنسان ما كناش نعرف ده طبعا لولا طبعا ان الوزارة بدأت تدعو لهذه الحملات وهذه المبادرات الشباب أصبح عندهم وعي كافي أنه يتعامل إزاي مع هذه المخلفات وده شيء طبعا ينسب للوزارة الشباب دكتور زياد طبعا المبادرات كثيرة والورش كثيرة لكن اختصارا في بعض الورش اللي تم عملها باسم انتشارك يعني عندي تمن ورش وفيه اربعين ورشة تحت مسمى دوي ودي بالذات يعني تعريف الشباب لذاته وانتماءاته الوطنية ومعتقداته الفكرية واكتشاف المواهب تمت المهارات بالإضافة لما سيتم في 30 ابريل إن شاء الله القادم واختيار أربعين فرد من الشباب المؤهلين لمجالات التكنولوجيا المتحدثين باللغة الإنجليزية كل هذه الأشياء بتطلب جهد كبير سواء كان منكم كمدريد شباب ورياضة في أسوان أو حتى من الكائنات الشبابية ومراكز الشباب وغيرها أهميتها في أن تكون خطط موجودة طوال العام لا تتوقف طبعا زي ما قلت لحضرتك إحنا بدون تواجد الشباب أصبحنا كده ما لناش لازمة الشباب هم الخامة أو هو حجر الزاوية اللي احنا بنشتغل عليه وهو دوت اللي يعني نعتبر يعني بيتحرك بنا لقدام خطوة اثنين عشر لغاية لما إن شاء الله نوصل للهدف اللي احنا عايزين نوصله بتقدم الشباب بتقدم الأمة من خلال شبابها فإحنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك في البداية خالص احنا بنحب شغلنا قوي وزي ما تفضلت حضرتك وقلت يعني انتو إزاي انتو في مجهود دبار شغال كده احنا بالفعل والله المجهودات اللي احنا بننفذها دي بمنتهى الحب مقتنعين بالفكر اللي بيقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب كل زميلنا الموظفين والعاملين والأخصائيين داخل مدري الشباب والرياضة يعني ما بيبطلوش جريع على مصلحة الشباب وانه هم ازاي يقدوا وظيفتهم على أكمل وجه سواء كان في مراكز الشباب والحمد لله نحنا عندنا المراكز أو مراكز الشباب والجهات اللي احنا بنتعامل معها من الأماكن التابعة لمدري الشباب والرياضة بتبقى موجودة معانا مفتوحة طول اليوم من الصبح لغاية بالليل وده وحدثت لها نوع من أنواع التطوير والتحديث كثيرا في الفترة الماضية بالفترة الفاتت طبعا من خلال الحملات اللي أطلقها معالي الوزير والشغل اللي من خلال مؤسسة حياة كريمة طبعا كل ده مؤسسة حياة كريمة لغاية دلوقتي عاملنا حوالي 158 مركز شباب في تطوير فطبعا ده في حد ذاته شيء مهم جدا فالحمد لله كل ده اندال يدل على ان احنا مش عاوزين ننقف عايزين العجلة تستمر والشباب هما اللي هيحملوا الرايا في المستقبل فلو احنا قلنا ايه الفايدة لا الفايدة كبيرة جدا ان شبابنا احنا بنعد جيل الجيل ده هو اللي هيحمل الرايا من بعد مننا ولو ما عدناش الجيل ده احنا هنلاقي البلد وقعت مننا وحنا كلنا مش موجودين طيب فربنا نقدرنا يعني نعمل ان شاء الله الفعاليات القادمة في 30 ابريل مفتوح الباب والاختيار 40 فرد لا هو حتى الاختيار 40 فرد بالفعل حاجة اسمها نادي القيادات الشابية تقدم له حوالي اكتر من 150 او 200 فرد وتم اختيار افضل 40 فرد بالفعل والاربعين فرد دول عندهم معارات تكنولوجية وعندهم لغة تم التعامل معهم من اجل ايه بقى دول بقى بنعدهم انه هما يبقوا وجهة كل مدرية من مدريات شاب الرياضة على مستوى جمهورية لما اجي اتعامل بقى مع الشباب اللي هما بالفعل اللي عندهم فكر واعي عندهم فكر تكنولوجي عندهم لغة يتكلموا بيها كويس هما دول اللي هيبقوا الوجهة بتاعتنا اللي هنحطها في وجود اي فاعلية هتنفذ عن مستوى الجمهورية وده كان برضو من المشاريع اللي نكحة جدا اللي نفذها مع الوزير خلال الفترة اللي فاتت وده هيتم الاجتماع بيهم شهريا يمكن انا زكرت دوت الاربع اللي جاي ده هيكون اول اجتماع شهري لهم هيتم الاجتماع لهم بشكل شهري ومع الوزير هيدخل معهم اونلاين وهيتكلم معهم عشان يبدأ بالفعل يعني يعد الجيل الجديد اللي احنا بنقول عليه هو اللي هيحمل راية المستقبل ان شاء الله حوار الوطني للشباب بقاعة التعليم المدني اللي فيه 30 ابريل اللي جاي مفتوح الباب لحضور اي من الشباب ولا هم بس العضاء الكيانات الحضر والورش احنا عندنا ورشتين حضرتك ذكرت اسمعهم نعم ورشة خاصة بدوي ده حضر عملوا 40 ورشة وفيه ورشة خاصة انتشارك اه ده يعني 8 ورشت عملات ده مبادرة باسم انتشارك ودي مبادرة باسم دوي المبادرات دي المفروض ان احنا اه جبنا لهم متخصصين واخدوا محضرات وورش كويسة جدا اه لتنمية عقلهم وافكارهم وازاي الشاب يتعرف على ذاته وافكاره ومعتقداته وتنمية مهاراته اه طبعا ده كان في فترة كبيرة يمكن حوالي عد عليها حوالي 3 شهور تقريبا اه دلوقتي بقى جات الفرصة ان احنا نعرف الناس دي استفادت من اللي احنا قلناه ولا لا فهيتعمل حوار وطني هيتنفذ يوم 30 ابريل ان شاء الله بقاعد التعامل المدني عندنا في مركز شعب مدينة اسوان وحنبقى نختبر بقى ايه اللي احنا عملناه هل فيه فعلا ناتج ولا ما فيش ان شاء الله طبعا هيبقى فيه ناتج كويس جدا يعني متفائل خير بالشباب بتوعنا يعني فان شاء الله انا متوقع فيه ناتج كويس هيطلع وربنا يقدرنا والمجموعة اللي بتطلع دي برضو نحطها في المجموعة اللي هتبقى وجهة محافظة اسوان خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ومش عايزين نقفل الباب امام شباب اسوان هم يتواصلوا مع الشباب ورياضة او من خلال مراكز الشباب يمكن الاتحاق باي مبادرة من المبادرات ويترقوا ويتصعدوا ويستفيدوا كل سنة هنحط جديد كل سنة ان شاء الله يبقى فيه جديد وربنا يقدرنا كل شباب اسوان شباب مشرف وده فعلا يعني دي خدتنا الفترة اللي جاية كنت عايزة تتكلم على الموضوع المحافظات الحدودية برضو اللي كمدوب دي يعني عجي على لو سمحت احنا طبعا عندنا برنامج اهل مصر للمحافظات الحدودية داخل داخل الادارة العامة للشباب برنامج اهل مصر فيه نوعين من البرامج بيتنفزوا جوه منه فيه برنامج طرفيهي خاص بالرحلات وفيه برنامج اهل تسقيفي خاص بالنواحي الفكرية اللي هي بيحصل فيها اه الدورات بتاعت اكاديمية ناصر واحب ابشر الناس دلوقتي الحمد لله فتحنا اه كانوا 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 تلت دورات في اكاديمية ناصر دورة استراجيات الامن القومي ودورة ادارة الازمات ودورة صناع الخرار دلوقتي بفيه دورة ربعة دي كان اه فيه ناس كتيرة كان بتحلم بيها الفترة اللي جاية لان فيه ناس خدت الثلاث دورات وركنت مستنية فيه ايه اللي جاي فالجديد ان شاء الله فيه دورة ربعة بإذن الله يمكن ده صدق انا بديل حضرتك احمد دي شكرا فان شاء الله كده فيه دورة ربعة بإذن الله خلال الفترة اللي جاية والناس اللي خدت الثلاث دورات ان شاء الله هنصعدهم للدورة الربعة دي ده بالنسبة لبرنامج اهل مصر من النواحي التسقفية اما بالنحية من ناحية النواحي الترفيهية عندنا طبعا برنامج رحلات اهل مصر ده برنامج كبير جدا بيتم عمل معسكر داخلي عندنا هنا داخل المدينة الشعبية في محافظة اسوان لمدة 3 ايام بيحضروا حوالي 100 شاب وفتاة من اسوان ولا من المحافظات الحدودية الاخرى لا كل المحافظات احنا ست محافظات حدودية مشاركة في هذا البنمج اللي هو برنامج أهل مصر محافظة الشمال بس اقصر انه بينتقلوا الاسوان وانتو بتنتقلوا المطروح وبتروحوا شمال وجنب سيناء بالفعل بنعمل حاجة اسمها اللقاء الداخلي المجمع اللقاء الداخلي المجمع هم بيجوا عندنا واحنا بنروح عندهم في كل محافظة فده بنسميه اللقاء المجمع الداخلي اخر لقاء كان لنا مجمع كانت عمل في مطروح وفي اللقاء دوت طبعا نحن نحضر ندوات تسكفية وفي نفس الوقت ننفس برنامج سياحي بالإضافة أن نحن نعمل حفل ختامي وفي الحفل الختامي يتم تكريم أفضل محافظة شركة بالشكل المناسب والمشرف بفضل الله سبحانه وتعالى آخر لقاء في مطروح أسوان خادة المركز الأول الحمد لله أسوان متقدمة كالعادة وتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يجعل شبابنا دايما متقدمين وفي الصدارة إن شاء الله وفي النهاية كل هذا يستفيد منه الوطن الحبيب الكبير مصر من خلال الشباب وإن شاء الله طبعا من خلال أو أولا وأخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن وكرم على هذه الدولة وعلى هذا الوطن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زياد ياسين المدير العام للشباب بمدرية الشباب والرياضة سعداء بهذا اللقاء سنتبع هذه الفعاليات من خلال خدماتنا الإخبارية المختلفة ومن خلال برنامج شارع الجنوب مزيد من تقدم وتوفيق وتحياتنا للعملين في الشباب والرياضة في أسوان شكرا لحضر أحمد وكل سنة وحضر الطيب كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة غدا بمشيئة الأسرة جديدة ومضاة أيضا جديدة في شرع الجنوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر